فاصيل إعلان الصدر موافقته على المشاركة في الحوار ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا التغير في الموقف نعم ربما يعني الإحاطة التي قدمتها جينين بلاسخارت في الأمم المتحدة حول أوضاع العراق ربما هي من حفزت زعيم التيار الصدري محتر الصدر لأن يعود مرة أخرى ويغرد في المسائل السياسية وتحديدا في الوضع العراقي وبالتالي بعض المراقبين يرون أو يقرؤون هذا الأمر بأنه يعني عودة للصدر من اعتزاله السياسي وبالتالي الصدر أراد أن يوصل رسالة واضحة للجميع بأنه ما زال متمسك بموقفه حتى وإن كانت هناك بوادر لقاءات أو حتى اجتماعات يجب أن تكون علنية ويجب أن لا تشترك الوجوه التي أسمها بالوجوه القديمة والفاسدة يجب أن لا تشترك في الحكومة الجديدة وأكد على نقطة مهمة بأن الإصلاح حتى وإن كان تدريجيا فهو مقبول إذن الصدر ربما يعطي فسحة أخرى من المجال للتحاور مع الشركاء السياسيين أو مع الأطراف السياسية الأخرى خصوصا يعني الإطار التنسيقي الذي لم يعلق حتى الآن بشكل رسمي على تغريدة زعيم التيار صدري كانت هناك فقط قراءات من قبل مراقبين سياسيين قالوا بأن الصدر ربما سيكون حاضرا في تلك اللقاءات أو من يوتل عنه في تلك اللقاءات في حال قبول شروطه إضافة إلى أنها ممكن أن تكون نقطة لقاء جيدة للمضي في مسألة تشكيل الحكومة التي تأخرت ربما قرابة العام الكامل هذا الأمر يأتي في ضل وجود خلافات أيضا داخل الأحزاب الكردية التي حاول رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي إذابة تلك الخلافات لكن على ما يبدو أنه لم ينجح في إذابة تلك الخلافات كل هذه الأمور ربما تأتي في مجمل تحسين الأوضاع السياسية في العراق أو حتى إيجاد حلول لتلك الأوضاع السياسية عموما ننتظر ردود الأفعال من قبل الأطراف السياسية الأطراف الشيعية السنية الكردية حول تغريدة الصدر التي ربما ستقل بالموازين إن لقيت استجابة من قبل البعض نتحدث أكثر عن ردود الفعل حسب رأي المراقبين هذه التصريحات وتغريدة مقتضى الصدر اليوم هل يمكن لها أن تحرز أي نوع من أنواع التقدم في البيت الشيعي الشيعي؟ طبعا هناك ربما بوادر لقبول تلك النقاط التي وضعها الصدر أو حتى مسألة اللقاء خصوصا وأن هناك أطراف داخل الإطار التنسيق الشيعي تقريبا ميالة لأن يكون الصدر حاضر في الحكومة العراقية الجديدة أو أن يكون مشاركة في العملية السياسية بل إنها صرحت بشكل علني مثلا سيد حيدر العبادي الذي يمتلك حزبا داخل الإطار التنسيقي قال بأنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة دون وجود التيار الصدري السيد هادر عامري رئيس تحالف الفتح الذي ربما يعدل أقرب من الإطار التنسيقي من قبل الإطار التنسيقي نحو التيار الصدري هناك أطراف أخرى أيضا الكرد السنة يريدون أن تكون هناك حكومة يوجد فيها التيار الصدري لأنه في حال وجود التيار الصدري خارج العملية السياسية فأنه سيكون معارضا قويا هو يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة يمكن أن يحركها في أي لحظة إضافة إلى ذلك هو يمتلك أيضا بعض المفاصل داخل الحكومة العراقية كمدراء عامين أو الآخره وهذه الأمور ربما ستشكل عائقا أمام استمرار الحكومة لكن تبقى المسألة المهمة هل سيقبل الصدر بالمرشح على إطار التنسيق السيد محمد شيع السوداني أم أنه ربما سيطرح عليهم يعني اسما آخر أو تقديم اسم آخر أو ربما تقديم شخص مستقل على العموم في تغريدة يعني زعيم التيار الصدري كانت هناك إشارة إلى يعني رغبته في إبقاء السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء الحالي في منصب رئيس الوزراء والذهاب نحو انتخابات مبكرة خلال عام شكرا جزيلا لك محمد فاضل مراسلنا من بغداد